اليوم سوف نعودك بالله راكتش علي وسط ضيوفك و ناسك و جيرانك من ارواع الوصفات فيديو ثلاث وصفات كيراتين و مقشر و ماسك من ارواع الماسكات سوف نقول لك اختي تهليت فيك خليك معي ان شاء الله الاخر الفيديو بشوف ان شاء الله مكونات الوصفات و طريقة التطبيق لانها جدا مهمة خليك معي سلام الغالية على قلبي اشتركي في القناة باش تنضم العائلة و التبعي من الوصفات والسلسلات التي سوف نشارك معك ان شاء الله و فعلي دك الجرس لحدها صغير باش اي فيديو ان شاء الله تضع في القناة يوصلك انت يا لولا مبرك و اشيركم بصحة و السلامة و بطلط العمار يا ربي و احفظ لكم مع ازالكم نبدأ ان شاء الله في اول وصفة سوف نبدأ ان شاء الله بكيراتين يا اختي من اروع مكاين مكونات اللي موجودة عندك في الكوزينة سوف يتخلي لك يختيش شعر مسبسب سوف تحتاجي كاس الروز اللي يكون لون دياله ابيض الروز اللي كنديره على الحليب سوف تحتاجي منه واحد الكاس بنسبة للكمية اللي عندها بنياتها بنياتك لانو هاد الوصفة البنيات الصغر الوليدات الصغر المرضيعة الحامل كل شي غادي دياله الكاراتين ان شاء الله سوف تحتاجي كاس ديال الروز اللي كله دياله ابيض سوف نزيد عليه جوج معلق كبار من بذور الكتان و سوف نزيد عليه واحد المعلقة اللي سوف يكون كبير ديال الزبدة و سوف نديرهم فوق البوطة و سوف نجعلهم حتي طيب معي الروز ديال البيه سوف نضيفه واحد شوية دية الماء و سوف نضيفه على خطر خطره و سوف يتطحن كل شي ان شاء الله و سوف تصفي كيف العادة الطريقة المعتادة اللي نتخدمه بها مرتدي قليلة تشارك معاه سوف تصفيه في زويف ديال حياتي او لا شي ليبا سوف تحصل على هاد القوام هاد المكونات ان شاء الله اللي سوف ينزيد خمارة ديال الحلوى خميرة ديال الحلويات ما شاء الله في هاد الوصفة سوف تتعديكم نتيجة الرياء جربوا الوصفة التي نشارك معكم لديها خميرة الحلوة شكرا لكم سوف نضيف خميرة الحلوة سوف نضيف سفار بيضاء أو بيضاء كامل سوف نضيف مرحلة الزيوت لديك زيت واحد مثلا زيت نور الشمس أو زيت الزيتون لأن زيت الزيتون في أملح لا يمكن أن نضعه على الشعر سوف نضيف حمام مريم أو زيت نور الشمس أو أي زيت في الدار ممكن ضيفة فأنا عندي مجموعة من الزيوت زيت الأرغان زيت اللوز زيت نرجس اليسمين زهرة اليسمين مجموعة من الزيوت هنا تقريبا 5 زيوت أو 6 زيوت مهم لأن المكونات كاملة من الزيوت يطغي اختياري لديك ضيفة سوف نضيف المرحلة التطبيق مهمة تخلط المكونات مزيان يجب أن تكون ينسجم لي الزيت مع المكونات سوف نطبقي هذا الكيراتين على الشعر ما زال مغسلته على واحد يومين تقريبا غادي تطبقي هذا الكيراتين هذا ما تطبقي على الشعر اللي يكون ملقي غادي تمشي طيب طبيعة الحال وغادي تطبقي ان شاء الله على الشعر ديالك من الأطراف إلى الجذور راي البنات غادي نقول لكم وغادي تحسوا واحد الإحساس اللي رائع البنات اللي كي يجربوا ليكي غادي معايا ما عارفين يا لش كان هدارتها تحسي بالزغبة ما شاء الله غادي نقول لك ما كاتت اخش كتبقي تجربty بشعر ديالك و ما شاء الله توبي يا لبنات صافي غادي نجميع الشعر ديالي غادي ندير اسلوفان الو الاي منيوم ولا غيبوني لاعندك شي بوني سخون ديري ما ديريش اختي السلوف هاده السلوفان بلا تقول لك اللي ركيت در الشعر وهذا ما عندو فاش كيدر tube قال ابناء تديري 사عة ف شعر ديالك من بعد كتحيدي ما كتخليش ساعة او ساعة في الشعر سوف نرزويف ونخليه يسخن ساعة او تسويه سوف نضع المقشر الرائع الخطير الخطير رائع لنأخذ تفل القهوة او التخت القهوة كل واحد شنو كي يقول لي مهم البقايا دي القهوة مني كالطيب القهوة كيبقى هاد البقايا هادي غادي نزيد عليها واحد المعرقة اللي غادي تكون كبيرة دي النشا اللي هي مايزينه إلا ما عندكم مش نشا ممكن تعايدوها تعاودوها بدقيق الحمص أو بدقيق الفول أو بدقيق الأبيض صافين بعد غادي نزيد إن شاء الله زيت الجنجلان اللي هو زيت الجنجلان صافينتو ما تقدروا تديرو زيت الزيتون أو زيت لوز أو زيت الورد أو أي زيت من الزيوت ممكن تديروه أو زيت الزيتون اللي عندكم صافي غادي نزيد زبو مباشرة تانا ينطبقوا إن شاء الله على البشرة ديالي اللي غادي تكون قية بطبيعة الحال غادي تمسحيها من الماكياج من زيت من أي حاجة غادي نقشرنا البشرة ديالي إن شاء الله قبل ما ندخل زعمال الحمام وهذا لأنه بغا نتحمحها إن شاء الله قلت نشارك معكم هذا الروتين باش تنوضي تحيدي اللي اغتي العقز والتهليلي في رأسك شوفي أرغم ما كينش اللي غادي نوضك يقولك نوضي شات الحالة نتي فيها نوضي حيدي ديك الكئابة اللي فيك و لهذا و لا حيدي من التقليق أرغم ما كينش شرعلا مدرتيش واحد الحاجة الرأسك أرغم ما كينش أغتي اللي غدرها لك من غير مميمتك اللي حنينا فيك حفظ لنا مميمتنا و حفظ لكم مميمتكم يا ربي إذا نوضي هذه العقزة و نوضي تحيدي اللي في صحتك و تحيدي اللي في رأسك و تحيدي اللي في بشرتك رأي الوقت كي يجري و العمر كي يجري و بزيف ديال حواج إلى مشات ما كتعاوش ترجع يعني صحتك ثم صحتك و الحالة النفسية حاولي حاولي ما تبقيش مزيّر على رأسك نوضي رأي سبحان الله سأرتاحه في هذه الوصفات الطبيئية و تضيف وجوك و تضيف شعرك و تستطيع اغتيت البشرة تتحسي بالنفس ديالك ماشاء الله تفتحات كتتعي عشي شعر ذيالك تحسي برأسك رأسك رأسك نوضي و البنات و لا تحيدي العقز و نوضي اخترت ارتاحي ديالك و نوضي طبق لي الوصفات سوف نكمل المقشر سوف نكمل المقشر سوف نحيد المقشر بالخيط ضروري المقشر قبل إزالة الشعر ضروري ضروري مؤكد لكي تحيدوا هذا الجلد هذا الشعر يكون تحت الجلد غير البنات اللي كانوا يديروا غاز واغ في الصغر كتولي عندهم ذاك البلاسة كحلاء خاصهم من بعد الليزار وخاص بزاف ديال الحويج اللي سوف نهضر لكم إن شاء الله وسوف ندير لكم فيديو لأنه بزاف ديال البنات تغافلين على هذه المعلومات سوف ندز مباشرة سوف نحيد بالخيط سوف نشاركت معكم البنات طريقة ديال الخيط وإلا بغيتوا كتبوها في كومنتي سوف ندير لكم فيديو خاص كيفاش تخدموا بالخيط باش تحيدوا الشعر ديال وجه ديالكم بالخيط سوف نطبق الماسك هذا الماسك البنات سوف نقول لكم كود كاغ ديالي اللي موجود يعني سريع وكيعطيوا واحد الطبيع ديال البنات اللي من أروع مكاين غادي نحتاج فيه إن شاء الله الغاسول ديال النيلة الصحراوية أو النيلة الحرة هاد الغاسول البنات من صنع يديا وحية عينية راني فطور تجرب ديال ان شاء الله غادي نشاركوا معاكم بإذن الله وللي بغتوا ان شاء الله توصل معي بإذن الله غادي نشاركوا معاكم بزاف ديال الحويسي ان شاء الله فانا طور هدا تجارب ديال اللي يشتب في البشرة ونجرب أخي ونجرب أماما ونجرب أماما ونجرب أشعر معكم نشارك معكم شيء ما رجعكم بالخير و بالصحة و في ما شاء الله لك لك اللي يجعلوني في البشرة ما شاء الله هي البنات رفع تبقيا في وجهة لك و تحيي ديك أجل الوجهة لك و التي يجب و منور منجم الغاسول نزيد الماء الوردة لديكم غاسول بوحده غاسول بوحده و غاسول بالعكرفاسي اخذي الغسل ودري في شوية دي العكر الفاسي وغادي تطبقيه لبشرة ديالك ولا ديري غي دقيق ديري غي نشا ديري غي نيدو ديري اضانون مسوس اي حاجة عندك في تلاجة تطبقيها ماشاء الله القناة فيها وصفت كثيرة وصفت ديالبنات شعم الكوزينة ديالك اختيغت الليلة يا فراسك صافي دابا غادي ان شاء الله هدي تدوز واحد لمدة غادي دخلت دوشتها البنات بطبيعة الحال لقدرت واحد تحمحي ما ما شهيدكم يا البنات خطير صافي دابا غادي نزمه باشارتان غادي نرتب البشرة ديالي كيف ما شاهدوا البنات دابا كان ستعمل هاد السيروم ديال الفيتامين سي منعد ناتيو عيسوان صراحة زوين كي اعتوا واحد ليكلة في البشرة كي يرتب كيزيل البقعة السوداء والبقعة الدكينة في البشرة صافي من بعد غادي نندهن للشعر ديالي بهاد السيروم البنات اللي كتشوفو ديال السيف ديال الشعر مسبوخ وان شاء الله غادي نبدل اللوك لأمنو هاد اللوك صافي طلع لي يا فراسيرا مره مره ما رخصك تصدمي احتراليا تعالف بهذا الصحيح يvenue وان شاء الله يت MUSIC طريقة المهتر اخرج لكم لسيح اولوا على الابنين هي Rumah قريب إيش هي رائعة النات اللوكي اح grief عنتك ايها께 تطوير المغارس ايدي نريد له كي عشان وعكرها الرائعة لكي يتкі على طيب سيد هذه الكرين هذا ديال بلنتيل وغادي نقول لكم البناء بصحة والراحة ومبركة واشركم والله يدخل لكم بصحة والسلامة هدل الأيام المباركة عند الله سبحانه وتعالى وما سخش بكم اللي بغا تتواصل معي مرحبا والف مرحبا بغا تتواصل معي إن شاء الله لإنستغرام ديالي وغادي نشارك معكم إن شاء الله في فيسبوك في صندوق الوصف بإذن الله ما سخش بكم وغادي نقول لكم إن شاء الله في الفيديو الجاي